انشاء سؤال يجاب عليه برقم يطلب السؤال الذي يستلزم إجابة رقمية حسابية من المستخدم تقديم إجابة رقمية للسؤال وهو سؤال مشابه لسؤال من الفراغات إلا أن الإجابة الصحيحة تكون على هيئة رقم وتكون الإجابة الصحيحة رقما معينا أو رقما داخل نطاق من الأرقام ملاحظة يجب أن تكون الإجابة الرقمية الحسابية رقمية وليست أبجدية رقمية على سبيل المثال 42 سنتعلم في هذا الدرس ما يلي إنشاء سؤال يجاب عليه برقم إدخال نص السؤال إدخال الإجابة الصحيحة إدخال التغذية الراجعة في البداية سنذهب إلى لوحة التحكم ثم أدوات المقرر الدراسي ثم نختار الإختبارات والاستطلاعات ومخازن الأسئلة نختار الآن الإختبارات الآن نقوم بتحرير أحد الإختبارات أو ننشئ إختبار جديد نقف الآن على لوحة الإختبار سننشئ الآن سؤال يجاب عليه برقم من شريط الإجراءات أشر إلى إنشاء سؤال وحدد إجابة رقمية حسابية من القائمة المسدلة أكتب نص السؤال في مربع نص السؤال مثال إذا كانت درجة حرارة الجسم في الظروف العادية تتراوح ما بين 36.5 و 37.5 درجة مئوية فما هو متوسط درجة حرارة جسم الإنسان بدرجات الفهرانهايت في مربع إجابة صحيحة أكتب الإجابة الصحيحة يجب أن تكون هذه القيمة رقما أكتب نطاق الإجابة إذا كان لابد أن تكون الإجابة دقيقة كي يحصل الطلاب على الدرجات أدخل صفر ويتم وضع قيمة صحيحة للطلاب على أي قيمة أقل من أو أكثر من الإجابة الصحيحة وتقع في نطاق الإجابات بشكل اختياري من قسم ملاحظات أكتب التعليق على الإجابة الصحيحة الذي يظهر في الرد على الإجابة الصحيحة والتعليق على الإجابة غير الصحيحة للإجابة غير الصحيحة من قسم فئات وكلمات أساسية أضف بيانات تعريفية أو وصفية لهذا السؤال لمساعدتك مستقبلاً في البحث عن السؤال وهذه الخطوة اختيارية أيضاً كما بإمكانك بشكل اختياري إضافة ملاحظات خاصة بك حول هذا السؤال في مربع نص ملاحظات المعلم اضغط الآن على إرسال سؤال يجاب عليه برقم الجديد سيظهر في لوحة الاختبار كما بإمكانك تغيير درجة هذا السؤال من خلال الضغط على قيمة النقاط شكراً لمتابعتكم